وكل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة عندي كلام توقف كده بس في الاول عشان نفتكر انا قلت ايه في الاول ودلوقتي بيحصل ايه اولا احنا عندنا ضيف النهاردة وضيف عزيزة علينا قوي وضيف حاجة يعني بسم الله ما شاء الله اشتغل في كل حاجة لكن قبل ما اتكلم على ضيفنا انا هتكلم على جزئية بسيطة جدا وهي الدور العام المصري الدور العام المصري الحمد لله خلص على خير بحلو ومره باجابياته بسلبياته نادي الاهلي حقق البطولة قبلها بخمس اسابيع شوفنا قدقين نادي الاهلي في احتفالية كبيرة قوي يوم الاربع وهو بيستلم الدرع ودايما يا رب كده لعيبتك تفرح جماهيرك اللي هي اساس النادي الاهلي اللي هي اساس الكيان فدايما يا رب كده ان شاء الله النادي الاهلي على منصة تتويج في كل البطولات احنا ما بنشبعش احنا كنادي الاهلي ما بنشبعش كنتو سمعتو حديث انترفيوه لكولر وهو بيقول بيسألوه بقوله هتعمل ليه في الفترة اللي جاية قال له ما انا مستني الجمهور بيقولي البطولة الجاية ده انا لسه مفرحتش بالبطولة دي هو ده قدرك هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي بيسعد جماهيره فعلا النادي الاهلي بيسعد جماهيره احنا تعودنا على كده مفيش حاجة عندنا اسمها التاني او التالت او الرابع او يعني المراكز دي بيش موجودة احنا عندنا بنلعب على الاول وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى عشان كده يمكن انا قلت في حلقات كتيرة جدا وهفكركم انا اقول بس انا قلت ايه ونرجع نتكلم فيها قوي انا قلت ان احنا ايه ما تقلوش على النادي الاهلي ما تقلوش على النادي الاهلي النادي الاهلي عندوك اقدارة بسم الله ما شاء الله بقيادة كابت المحرون الخطيبة المشرف على الكورة وموفرة للجهاز الفني كل شيء احنا شفنا السنتين اللي فاتوا كان فيه معاناة شديدة جدا 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 في فرقة الكورة ممكن في بعض النتائج بش لازم كورة القدم بس انما النادي الاهلي اه كل الالعاب كلها حاجة تفرح وحاجة جميلة ووصلنا كاس عالم اللي وصل قلوم بالجيمز وهنا وهنا والكلام ده لكن انا بتكلم عن الكورة الكورة اللي هي تعتبر المصدر الرئيسي والسعادة لجماهير الكورة المصرية وخاصة جمهور النادي الاهلي طولكم انت يقلوش النادي الاهلي بخير عندك مجلس دارة ما عندوش صوت عالي يتكلم بهدوء بيشوف ايه الاخطاء اللي حصلت السنتين اللي فاتوا وبدأ بالراحة وبدأ يقعد ويجاب كذا مدرب والمدربين فيه مدربين معانا مدير فني ما وفقوش مش معناها ان المدرب وحش لا ما وفقش وفي نفس الوقت كان محتاج ان يطعم الفرقة بتاعته وفي بعض المراكز وحصل الكلام ده كله طب ما تيجي نشوف انا قلتي ايه وبعد كده ارجع نتكلم معاكم راحة خايفة قلت لكم ما تخافوش النادي الاهلي يمرض ولا يموت النادي الاهلي عمل مباراة تكتيكية عالية جدا 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 في المباراة الاولى وكانت نفوس باربعة خمسة اه في بعض الاخطاء في بعض الاخطاء بسيطة وبعض الناس هجمت وبعض اللاعبين وبتاعه الكلام ده كله وروحنا سافرنا والناس كانت خايفة انا قلت لكم اللعيبة مركزة اللعيبة الرايحة عندها هدف واحد وهو الكاس ما فيش حاجة اسمها غل في قلوبنا ولا الكلام ده ده حب والحب ده هو اللي وصل الكلام ده كله والسبب فيه نمرة واحد المدير الفني كولر ده انا بعتبره من احسن المدربين اللجوم في تاريخ النادي الاهلي مع جوزي ومع جوهري ومع دونري مدربين كتير جدا ومتسماني فيه ناس كتير جات كان ليها بصر ما حدش يدري الكلام ده فكولر غير شكل النادي الاهلي وغير تيمي النادي الاهلي النادي الاهلي من سنتين ما كانش كده انما انا بتفرج على النادي الاهلي وانا حط رجل على رجل كده وعارف النادي الاهلي هجيب جول في اي وقت وهيكسب في اي وقت الخطيب طلع بره الاستاذ خالص نزل وغط ورفة الملابس وخلح صام غالي هو اللي احتفل مع اللاعبين وسلم الكاس للشناوي وما شفناهوش في الصورة اذن النادي الاهلي ده مؤسسة عارفين يعني ايه مؤسسة؟ النادي الاهلي ده عظيم النادي الاهلي لما قلوكم نادي القرن هو فعلا نادي القرن هو نادي القرن عشان كده الخطيب بيصنع كوادر احنا مفيش حاجة دايما لحد ربنا يديله الصحة والعافية وديكم كلكم الصحة والعافية انما فيه كوادر فيه رئيس بعثة هو اللي يطلع عشان ياخده الصورة ومبسوط لان صمر اتنجحه بولوكم اربع نائيات افريقيا بياخد منهم ثلاثة طب عزين اكتر من كده هاتلي نادي على مستوى العالم عمل كده هتقول لي ريال مدريد ريال مدريد في اوروبا في جو تاني عندهمش التحاد بيلف ويدور على الاندية يعني نادي بحجم النادي الاهلي لما يروح ثلاثة نائيات كاس عالم سلة ويد وقدم وبقية الالعاب التانية بتلعب في بطولات العالم اللي بيحقق تاني والي بيحقق اول والي بيحقق يعني وكل ده النادي الاهلي بيصرب ذاته من نفسه الدولة مبدعمش والنادي الاهلي ما بيطلبش لان عارف الظروف اللي موجودة في الدولة انا ليه فكرتوكو بالكلم اللي انا قلته ده لان في اول الموسم لما جيه كولر وبعض الناس شككت فيه قالت لك إن د ده مدرب على sale ده ما ينفعمش للنادي الاهلي الرجل مجلس الإدارة ادأه الصلاحيات الكاملة وقدر يوظف لعيبة كلنا انا بتكلم realidad كنت بتكلم على واحد بقى من الجمهور بتكلمش هنا أنا لعبتي كرة في النادي الاهلي مثال بقى لما بتفرج على النادي الاهلي بتفرج على واحد كواحد من جمهور الدرجة التالتة اللي هو ما فيش درجة تالتة الوقت، صحيح واحد من الجمهور اللي هو نفسه النادل الاهلي يعمل كل شيء لان انا بحس بالجمهور واحنا بنلعب كنا بنحس بالجمهور فعشان كده بعض الناس يطلق بشاككوا في كولر ده مدرب على قد وده مدرب مش عارف ايه ده الراجل لما كان بيعمل التغيير والكلام ده كله هو لسه بدري ومش لسه بدري والكلام ده كله فمجلس الادارة لما وفر له كل الامكانيات والهدوء والمناخ الكويس اللي يدري تشغل فيه ادي حقق خمس بطولات في سيزون واحد بعض الناس بتقولك ايه دي يعني دي فالتة لا مش فالتة النادل الاهلي يطلق عمره كده وبقول لكم النادل الاهلي الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية هيفضل انشاء الرحمن بنفس الاسلوب وبنفس المستوى ليه؟ لان مدرب على مستوى عالي جدا عارف يوظف لعيبة ويمكن انا ليه بقولي الكلام ده الوقتي برضو انا فيه سابقة لازم اقولها لان بعض الناس بتدخل حتى في اختيارات بعض الجمهور بيختاروا للصحفيين بيخشوا في اختيارات المدير الفني اللي اللعبين انتو شفتوا دي احنا برسي تاو السنة اللي فاتت كالناهي وحش او قلنا لازم يمشي انا بلوكوا على كلام الناس بقى حسين الشحات لا ده مستوى بقى هابط ماروان اللي جي من الاتحاد سكنديريا قلنا وايه المتساوى ده اللي هو جاي عشان يلعب به محمد هاني ياسر ابراهيم علي معلول اللي الناس كانتقولك لازم يبطل موسيقى